اشتركوا في القناة وابداع ده بوكا النهاردة يا جماعة اوليكم مجموعة من المشتروات اللي انا اشتريتها من العتبة ومن شارع الكلوب بيك وشارع وباب الخلق زي ما احنا شايفين كده يا جماعة دي مكنة كيمي كانت عندي واحد صاحبي يعني بسأله عنها فبقول لي ده حلوة ده انا جيبها بقالها سنة ونص مشغالة وحلوة بتقول له طب انت جيبها بكام قال لي ب250 جنيه الحكاية دي تسجلت في دماغي المهم روحت في العتبة حبيت اشتري مضرب بيض سألت على الصيني لقيته الخص مش عارف ب150 قلت له انا عايز حاجة يعني حاجة جديدة جامدة حاجة اوروبية بعيدنا عن الحاجات الصيني اللي بتعيشي لحمة دينا جماعة جهاز مضرب بيض مكتوب عليه اه اسباني في لبس اسباني فطبعا عجبني الايه الاسم قلت دا كويس بدال دا اوروبية يبقى اكيد هيستحمل اي نعم حجمه صغير بس قلت ممكن يستحمل صراحة خدته ودته ودته البيت في اول يوم يا جماعة للاسف ما عادش يوم واحدة عندي وفي البيت قالولي ان دا ايه بيسخن سخن وطلع دخان من اول مرة طبعا انا عارف بدال حصل في دخان معناها ان المطور اتحرق او بيودع طبعا انا خدته عليه طبعا آآ عليه ضمان خدته ودته لصاحب المحل صاحب المحل مساقب بيعني اللي في المحل اللي باعهولي قال لي سيبهولي انا هودهولك التوكيل يصلحوه طبعا قلت له ماشي قلت له بعد اسبوع لقيته ما تعملش طبعا انا اتضيقت بتنرف زم حد يخلف معاده معايا فطبعا زم تقول كده ازهقت قلت له خلاص انا مش عايزه او هو اخترع علي قال لي روح انتهاته من الايه انا هودهولك لا اقول انا هودهولك التوكيل وبعدين المرة دي قال لي ايه روح انتهاته بتقول له انا شعرفني فين التوكيل بتاعك ودوك وفضلي وصفهولي وتوهني بتقول له خلاص انا ايه اه مش عايزه قال لي انا مش هنقدر نرجعهولك هنديك حاجة بديل شوف الايه الخنسمية جنيه دولك عايز بيهم ايه فطبعا فضلت ابص في المحل عشان حاجة تنفعني لحت مختار صراحة قلت ايه ما لقيتش حاجة تنفعني ومش واصق انا في حاجات كتيرة كنت بشوفها خصوصا للاجهزة الصيني فاخترت افتكرت بقى صاحبي اما قال لي على ايه كيمي فبصيت كده لقيت شكلها فخم يعني جديدة كده قلت خلاص هاتها فحسبها لي من ضمن يعني الفلوس حسبها لي ب بمئتين وعشرين قلت كويس ده الراجل قال لي اشترها بمئتين وخمسين قلت يبقى انا ايه ايه المحل ده خيص او اللي ايه زي ما احنا شايفين كده اهو وطبعا انا ماردش استخدمتها يعني مرة انا وابني قبل ما ايه يعني حلقت الابني بيها وقلت مش هاعرضها للناس غير ما ايه انا اجربها واشوفها فلاقيتها ما شاء الله يعني بتقص مية مية طبعا دي لحسبها لي بمئتين وعشرين قلت فريحت قلت طب كويس ارخص المهم خدتها وحسبت الراجل على بقيت الفلوس بامشي كده بعدها بمحل لقيت محطوط عليها مية وتمانين جنيه قلت يا ايه الراجل ده خميني ولا ايه ده صاحب قال لي بمئة وخمسين بمئتين وخمسين ودوك بالدهال بمئة وعشرين طبعا اتحققت وبصيت في النفس المركة والموديل فلاقيتها هي هي قلت يا صراحا ديمت قلت انا استعجلت بس انا قلت بقى فرصة فوقتان انا نخلص من الموضوع دوك بدلها يديني حاجة بضعة بديلة وممكن تقعد عندي فصراح ما بصيتش للفلوس او سعرها كم او المواضيع دي لو احتماش يا جماعة وراح اشتري حاجات تاني دخلت سوق سوق السوق اللي هو اللي بيقوله قال ليه سوق الخضار في العتبة حوالين كده ايه بجانب شرع شرع الاظهر العمومي البوابر عند البوابر الرئيسية وجنبيه كده شرع العشماو اللي مش عارفينه قريب من ميدان العتبة فدخلت جوه وببص كده لقيتها برضو معروضة في محلات بس قاله بكام يا عام ده قال لي بمية خمسة وستين قلت يا خابرة بيض مية خمسة وستين انا شوال شوال لو دخلت تاني هاليا ارخص من كده فصراحة انا حسيت ان انا اتخميت شوية او انا استعجلت في شراها لان المفروض انا كنت يعني اشوف كذا محل بتتبع بكام لحد ما اعرف هي سعرها يعني ارخص سعر موجود لان للأسف بيختلف من محل لمحل ومكان المحل يعني في محلات اللي باقع في الشارع العمومية واللي هي اللي بتبقى شكلها كويس كده وزا بيقولوا هاي بتبقى حطين مبالغ اغلى من ثمانها بكتير من اللي لو احنا شفناها كده في شارع جانبي او في محل صغير للأسف يعني رغم انه هم واحد المهم يا جماعة هي غربتها شكلها مية مية اهو فيها زي ما احنا شايفين ده الغطة بتاعها عشان يحفظها طبعا عند كل استخدام عندي كل استخدام يا جماعة نحوط الزيت نزيتها وننظفها ونخليش فيها شاع علشان اصلا لو ركنها فترة والرطوبة وصلت لها السنون دي او الحد القاطع هيصدي وهيبقى تلم هتلاقيها بازت من نفسها فلازم التنظيف والتزييت بالزيت خفيف الزيت يا جماعة بتحط هنا هو كده كده هو كده او في الجزء ده يعني بين الجزء بين المشتين ده والمشت ده الايه الاجزاء الايه اللي هي بتاحتك عشان تسهل عملية التحريك بين المشت اللي تحت والمشت اللي فوق بعد كده تضغطى كده يا جماعة الى حين استخدامها في وقت اخر عشان تقعد معنا اكتر ما تتلمش بسرعة طبعا جاي معها اربع تمشاط اهو واحد اتنين تلاتة اهو دولك الاربع تمشاط بمقاسات مختلفة زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة طبعا بالاضافة للمشت ده ده اللي هو بيقول عليه المشت ده اعتبر يعني زي درجة تانية اما بنجي نجيب الفقاني مع التحتاني كده بصوا يا جماعة اهو كده كده اما بنجيب السن ده مع السن ده كده هو كده بيبقى درجة واحد اللي بيقول عليها الزيرو دي الزيرو نرجع بدي كده الورا بنرجع المشت ده الفقاني لورا كده بيضيني درجة اعلى من الدرجة لو احنا عملناه لو قدام كده طبعا فيه هو مفتاح ده اون وقف فيها هنا ده لزبط السرعات لزبط السرعة لو لقناها بطيئة ممكن بحركة شمال او يمين نزبط السرعة اعلى بس اهم حاجة يا جماعة نعتني بالتنظيف ونخلي بنا وإحنا بننظفها ما توقعش على الارض لانها لو وعت على الارض يا جماعة السن ده بيتصط يعني زي بتقولوا كده بيتني شوية بيتجرع شوية بيطلع منه رايش ايه ايه في ايه شغل المكنة طبعا انا حاطت معاه مفك مخصوصة هوك عشان نقدر نفك المشط من ورا فيه مصمرين عشان نقدر نفك المشط ده وعن المشط ده ونقوم بتنظيفها ونرجحها تاني الموديل اللي بتاعها يا جماعة موديل موديل كي ام اه تمنمية تمانية وتمانين خمسة واربعين زي ما احنا شايفين اه هو طبعا فيه كيمي باشكال تانية وفيه كيمي بالبطارية بس انا بينه وبينكم ما حبش البطاريات في الحاجات ديك بتعيش البطاريات ذات نفسيها وبتعمل مشكلة اما دي يعني اللي عايز يجيب وفي البيت يعني يجيب زي دي كده وما يجيبش البطارية لو كان ظروفه تمنع بقى ما عندو ما عندوش كهربا يجيبها ببطارية بس انا عموما ما بفضلش المبطارية ديك لان البطارية بتعمل مشاكل وبتعطل وبتجف وتبقى شغلانة ببحبهاش وان شاء الله نبقى لنا ايه نتكلم عنها باستفادة وطريقة الاهتمام بها في حاجة تانية يا جماعة جبتها جبت الاصدير بتاعي طبعا انا غاوي الاصدير ده اهو ممكن تعتبرينه مد من الاصدير دوك وما بحبش البكر الكبير دوك لان المالي لها تجارب فيه مش كويسات فصراحة استريحتي للنوع النوع دوك رقم لغم النور خيص بس بيعني مية مية في اللحام دي البكرة انا بجيبها يعني في محلات جملة في سوق الخضار يا جماعة داخل في ممرات سوق الخضار هو مجازا كده بتقاله سوق الخضار بس بفتحين جوا موبايلات واللي فتح اه رموتات واللي فتح لحمة وكبدة وحالات اكل وخضار يعني ده مجازا بس كان زماني سوق الخضار بس هو دلوقتي المحلات مفتوحة لأي حد يفتح فيه اي حاجة المهم دي دي بسبعة جنيه دلوقتي حاليا انا كنت من فترة ليلة كنت بجيبها بخمسة واروح محلات تانية قليها بعشرة فعرفت الايه ان في مكان جوا داخل الجوا بيبيع يعني بسعر جملة ارخى شوي جبت تاني جماعة جمعة مفاتيح اهي دي مفاتيح مفاتيح اللي هي اللي بتاعت بتاعت المشتركات اهي دي اللي بنشغل بيها المشتركات فيها لنظم الداخل ده جماعة جملتها ده سكتين جا ما احنا شايفين دي جملتها جملتها في سعر الجملة دي بقى من كلوب بيك يا جماعة مش من العتب دي من كلوب بيك في شارع كلوب بيك دولك الواحد باتنين ونص يعني دولك بعشرة جنيه هنصلحوننا معايا عندي مجموعة هنا مجموعة مشتركات ان شاء الله نعملها دي يا جماعة جبت ايسيهين همك ايسيهين خارج صوت دولك بيشتعلوا في الاجهزة الايه الصيني بنستخدمهم كتير و يعني باستمرار زي ما احنا شايفين هو يا جماعة دي كام كي اتنين وعشرين زيرو آآ ستة كي بي ايه اتنين وعشرين زيرو ستة بي ده بتشتغل اخراج رأسي في الاجهزة اجهزة الصوت الصيني الرداوي او في اجهزة التلفزيون يا جماعة برضو بيستخدموها في نفس ايه قديرة اخراج الصوت ما قبل السماعة دي اي سي يا جماعة هيشوفوا قديها يا جماعة امدليه فيديو عليها قدي النملة اللي هي تمن دي بتشغل في الرداوي اللي طلعها جديد اللي بتشتغل بالايه اللي زي ده كده زي ده كده يا جماعة بصوا اهو ده بيشتغل بالاي سي ديك تمن تلاف زيرو اه تمن تلاف واتنين تمن تلاف واتنين صغارة جدا لازق بتشتغل بتشتغل في اغلب الاجهزة اللي طلعب بشاحن وبتشتغل بالبطارية فدي اخراج الصاش عن تفتكروا الارقام دي يا جماعة اللي بيشتغل في المجال ده وك دي يا جماعة الافونية زي ما احنا شايفين دي مساعدة مساعدة اللحام بنستخدمها في اللحام وبنعمل منها اه اللي هو الفلاكس او يا جماعة بتيجي على هيئة حجرة زي ما احنا شايفين كده هي وتكاد تكون عاملة زي المراية يعني كده ودي بنعمها او بنخليها كده وبنعمل منها الفلاكس اهو كده وليه فيديو عن عمل الفلاكس بالالافونية دي اسميها الافونية دي كانت بيحطها بعض لما بيبيض النقاشة بيحط يدقوا الانافونية دي ويحطوها بتدي لمعاني وشدية للشغل بتاعهم يعني في حاجة تانية يا جماعة جبت ايه سكينة زي ما احنا شايفين كده دي سكينة اهو دي سكينة كبة زي ما احنا شايفين كده لها سلاح بطرفين بتتحطي كده وبتحطي فيها الترس الترسي دي هو كده يا جماعة طبعا دي بتاعة خلاط شويكي ان شاء الله نعمل له فيديو برضو وهو ده بيبقى جزء ده بيبقى في اه في كده يا جماعة بصوا اهو ده الخلاط اهو ده السنوند بتاعته بايزة اللي هي دي هنخلع الترسي ده وفي نفس الوقت السكينة دي كمان بايزة ومتاكل هي زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة فهنجيب نحط نغيرنا السكينة وهنغير الترسي ده لان الاتنين وقلين بعض زي ما احنا شايفين اهو ده الترس بيروح داخل كده اهو هنا اهو كده ويلفش الخلاط الكويكي من فوق وتفرم الحاجة فان شاء الله برضو هيبقى لينا فيديو على على الموضوع ده تاني حاجة يا جماعة طبعا انا جايب ايه اهو جايب اتنين واحدة يعني واحدة نركبها دي بيجي كلها المجموعة كلها دي يا جماعة بخمسة جنيه شايفين دول كده الكيس من دولك بخمسة جنيه الترسي ده والترسي ده الداخلي لان احنا ممكن نغير نلاقي التروس كلها بايزة حتى ده اللي هو بيمسك في المطور الصغير ده ممكن يكون بايز اما نفتحها كده ونشوف الواحد بخمسة جنيه ده بخمسة جنيه وده بخمسة جنيه يا جماعة برضو من محلات الجملة محلات الجملة بتفرق يا جماعة عن القطاعي كتير فطبعا انا احنا عارفين محلات الجملة في شارع قلوب بيك تاني حاجة يا جماعة معنا جبت ايه مجموعة من الوصلات بتاعت الفيديو والاوديو ده اهو ده اللي بتشغل تلاتة في واحد تلاتة هم اتنين اتنين صوت واحدة صورة طبعا ده بتاع الجهاز الصغير اللي بنوع عليك كاف الصغير الـ HD اللي هو بتركب مع الشاشات اللي هي الحديثة الـ LCD والـ LED طبعا ده ده جملته اه خمسة ونص الاوديو والفيديو اللي هو بتاع القديم ده اللي هو التلاتة في تلاتة تلاتة الوان زي التلاتة اهو اهو ده جملته خمسة جنيه انا ببيعه بتمانية بتمانية جنيه زي ما احنا شايفين كده وده اه ده ده بتاعة الصب يا جماعة. شايفين كده? ده بيتركب في الصب اللي هو في الكمبيوتر. يعني دي د دي د د دك د د د ده خلت في الكمبيوتر ويدولك في الايه? في الصب. اسمها اتنين اتنين في واحد. وفيه وصلة تانية واحد واحد. ده اسمها ايه? اتنين اتنين اهم في واحد. الطرف التاني متجمع في طرف واحد. ونشوف بقى حاجة تانية. في حاجة تاني يا جماعة جبتاها برضو. اهو سماعة. دي اه ديناميك استيليو. السماعة دي. اهي. طبعا نجيبها لابني. ابني عنده كمبيوتر. للأسف. اه كان بايز. اه يعني يعني قال لهاتلي واحدة. فصراحة رحت سألت. لقيت سماعات اسعارها باهزة. يعني تمانين مية وتسعين. حاجات زي كده متين. متين وخمسين. وحاجات اغلى من كده كمان. بس انا صراحة استرخصت. وقلت ايه? اجيب له حاجة على قده. هو يعني صاب صغير كده يعني انت عشر سنين. اهو. اه يا جماعة طولها تلاتة متر السلك دوك. اهو. تجيب وادي الطرفين. ليها طبعا زي ما احنا شايفين من فوق كده. هي بسيطة. مش مش غالق. مش مش يعني مركبة او فيها حاجة غريبة. هي عادية كده. مجرد هنا سماعة هي. وادي سماعة هي. بتتحط على الودن. وادي السفنجاية او دي عشان ما تجرحش الودن طبعا. دولك اتنين. اه ليها اتنين. طبعا واحدة بتاع السماعة. واحدة. واحدة بتاع واحدة بتاع الايه? بتاع الميكروفون. كلها يا جماعة دي لعشرين. اه لا عشرين ايه. باربعين جنيه. بس انا جبتها صراحة من من التحرير. من الشارع التحرير اللي هو من ميداني التحرير ليه اه الفلكي و واصر عبدين كده. ده باربعين جنيه. لان انا صراحة لقيته الحاجات غالية اه اغلى من كده بكتير. وقلت ده هو مش هتقعد معا ده هي هتقعد يعني اه شهر شهرين بالكتير. وهطبوز نبقى نجيب له واحدة تانية. طبعا طبعا للاسف مش للاسف يعني الكمبيوتر بتاعه اه ما ده كارت الصوت بائد الداخلي. فجبت له كارت كارت اهو يا جماعة. ده كارت كارت صوت يو اس بي بيدخل ده بيدخل في اليو اس بي بتاع الكمبيوتر. وبيظلع لي من هنا فردة سماعة وفردة ميكروفون. وهما بنحط الطرفين الطرفين دول يا جماعة هما كده. اللي احمر هنا. اله اه 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 هده كده. واللاخضر سماعة اهو كده. وده باليو اس بي بدل كارت الصوت وهو بيعرف نفسه بنفسه. ده انا اشتريتهم استعمل من من مول من مول البستان في نحية التحرير كده. ده رخيص برضو اشتريته آآ آآ بتلاتين جنيه. بس قال لي ده كويس وجربهولي كمان هناك على السماعات. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة يا جماعة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.